مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني ودخولها مسارات العقوبات المتبادلة بين موسكو والغرب تزداد يوما بعد يوم المخاوف حول مصير امدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة بات التكهن بأمدها صعبا فمنذ بدء الحرب تضاعف الضغط على أسواق الطاقة العالمية خصوصا بعد حزمة العقوبات الغربية ضد روسيا ورد الأخيرة ببيع الغاز الروسي بالعملة المحلية الروبل حصرا قرار روسيا فسره محللون اقتصاديون بأنه محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية مع عدم إخفاء المصاعب التي سيواجهها التطبيق العملي لبيع الغاز بالروبل بوتين أجبر بقراره الدول الغربية بالتعامل مع البنك المركزي الروسي الذي فرضت عليه عقوبات ونجح القرار فعلا بتعويض بعض خسائر الروبل التي وصلت إلى مستويات كارثية أمام الدولار الأمريكي بعد الحرب في المقابل يرى خبراء الاقتصاد خطوة بوتين بأنها غير مجدية لسيما مع استحالة الحصول على الكميات اللازمة من العملة الروسية لسداد مستحقات النفط والغاز الأمر الذي سيدفع الدول الغربية ومعها الولايات المتحدة إلى تنويع الموارد بعيدا عن الطاقة الروسية مع استمرار البحث عن بداء الفورية بحسب الخبراء الاقتصاديين معهد للأوراق المالية والاستثمار حذر من أسوأ أزمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي في أوروبا بالنظر إلى قرار بوتين الخاص ببيع الغاز مقابل الروبل معتبرا أنه يؤكد عمق الخلاف بين الروس والشركاء التجاريين الرئيسيين وأضاف المعهد أن البدائلة أمام القرى الأوروبية تبقى محدودة لسيما وأن قطر وحتى الجزائر أو أي دولة غير روسيا لا تستطيع سد حاجة القرى العجوز المتعطشة للنفط والغازة ترجمة نانسي قنقر